السلام عليكم اهلا بكم جميعا في مطاق موني النهاردة هنعمل مع بعض احلى والاز معجنات اقتصادية من غير دقيق من غير شفان من غير سليم وكمان من غير منتجات البان مناسبة للضايت العادي والكيت واللقرب ومرضة السكري مقاومة الانسولين حساسية الجلوتين وحساسية الالبان طريقة تحضيرها سهلة اقتصادية وطعمها لذيذ جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل هنعمل المعجنات دي من البتنجان محدش يستغرب الطعم في الاخ اللذيذ قوي هنحتاج واحدة من البتنجان حجمها كبير هنشويها بالطريقة العادية خالص هنحطها على نار البتجاز على نار هادية وكل شوية نقلب كده في البتنجان لغاية لما تتشاوى معانا بالشكل ده خلاص كده بتكون جاهزة بعد ما تتشاوى كده هنحطها بقى دلوقتي في طبق ونغطي عليها كده ونسيبها لغاية لما تبرد خالص وبعد كده هنبدأ ان احنا نقشرها دلوقتي بعد ما سبت البتنجانة بردت خالص بالشكل ده هيبقى سهل بعد دلوقتي ان احنا نقشرها ما تقشرهاش وهي سخنة هنبدأ بعد دلوقتي نقشر البتنجانة كده واهم حاجة ان احنا نقشرها كويس قوي وننظف عليها خالص ما يكونش فيه اي جزء من القشر على البتنجان طبعا هي لما بتبرد بيبقى سهل خالص ان احنا نقشرها هقشر بعد دلوقتي البتنجانة بالشكل ده وبعد ما اشرت البتنجانة كده هنشيل بقى الجزء اللي فوق كده وخلاص بتكون جاهزة معنا هنقول بقى دلوقتي بقى المكونات عبارة عن ايه هنحتاج في الوصفة مع البتنجانة دي اتنين حبة من البيض حجمها كبير وكمان معايا طحينة خام ومعايا كمان قصبرة نشفة بيكينج بودر وكمون وبابريكا وخلي طفاح حضو ملح هملايا هي دي بس المكونات ومش هنحط اي منتجات قلبان هنجيب بقى دلوقتي الكبة او ممكن تعملها في الخلاط مفيش اي مشكلة او حتى بالهند بلندر هنقطع بقى دلوقتي البتنجانة كده اي تقطيع لان احنا هنحط الحاجات كلها في الكبة هنحط بقى دلوقتي البتنجانة كده في الكبة وبعد كده هنشغل الاول الكبة كده على البتنجانة لغاية لما تتفرم معانا ناعم وبعدين هنضيف بقى الاضافات التانية بعد ما فرمنا البتنجانة كده في الكبة او ممكن تستعملوا الخلاط او الهند بلندر يعني عندكم اكتر من حاجة هنحط عليها بقى دلوقتي اتنين بيضة حجمها كبير وهنضيف كمان دلوقتي البهارات هنضيف دلوقتي حوالي نص معلقة صغيرة من البابركة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكمان تقريبا كده نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وكمان من الكمون حوالي برضو نص معلقة صغيرة ونحط كمان دلوقتي الملح برضو هنحط تقريبا نص معلقة صغيرة مش هنقطر الملح قوي ايه وعلشان ما نحسش ابدا بالزفارة بتاعت البيضة هنحط تقريبا معلقة صغيرة من خل التفاح العضو ممكن نستعمل الخل العادي واخر حاجة معانا بقى الطحينة الطحينة هي هتمسك لنا القوام مع البيض هنحط بمعيار المعلقة الكبيرة اللي هي معلقة الاكل اربع معالق كبار من الطحينة خلاص كده انا حطيت المكونات كلها مفيش اسهل من كده هنشغل بعد الوقت الكبيرة لغاية لما المكونات كلها تتفرم مع بعض ناعم وتدينا خليط زي اللي هنشوفه دلوقتي يكون معانا سائل بس تقيل شوية زي ما هنشوف كده بالزبط بيكون معانا بالشكل ده طبعا كل شوية كده بنجيب الاسباتلة او معلقة ونجيب العالاطراف كده علشان كل الاجزاء بتاعت البتينجان تتفرم معانا ناعم اوي ونرجع تاني نشغل الكبيرة لغاية لما يكون معانا الخليط بالشكل ده هو كده خلاص جاهز يلا بينا بقى نشوف هنخبزه ازاي اسهل حاجة ان احنا نجيب اللي هي الصينية بتاعت القاب كيك ونحط فيها الاشكال بتاعت القاب كيك اللي هي بتبقى السيليكون دي او الورقة على حسب المتحندك وبس الافضل استعمال الاوليب السيليكون علشان يبقى سهل انطلع منها المعجنات ما تلزقش فيها هنحط بقى دلوقتي الخليط شايفين القوام بتاعه بيكون معانا كده سائل لكن تقيل شوية هنبدأ بقى دلوقتي نوزعه بالطريقة دي كده وخلاص كده انا حطيت الخليط كله ادانا التسعة من الكب كيك طبعا حجمهم كبير ولسه هيتضاعف في الفرن هنشيل بقى دلوقتي الاوليب السيليكون الزيادة دي ونقبط كده الصينية خبطتين على الرخامة خبطتين حلوين كده علشان الخليط تتوزع معانا كويس وهنزين بقى دلوقتي القب كيك او المعجنات المرحة بتاعتنا بشوية كده من حبة البرقة وكمان شوية من السمسم الحاجات دي اختياري ممكن تحطوها او لا زي ما انتوا عايزين وطبعا في الوقت ده بنكون مشغالين الفرن قبل ما نبدأ نعمل المكونات علشان يكون سخن معانا كويس قوي قبل ما ندخل الصينية خلاص كده بتكون جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن وده شكلها معانا في الفرن بتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بتقعد بالزبط 15 دقيقة مش اكتر من كده اول ما تبدأ تتحمر من الاطراف بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله جميلة جدا رحيتها تحفى وطعمها لذيز قوي بنسبها لغاية لما تبرد خالص وبعد كده هنبدأ ان احنا نطلعها من الاوالب شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا مستوية وما هياش مكتومة وطعمها حلو قوي ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم وكمان هتعجب اولادكم وطعمها لذيز جدا وكمان سعراتها الحرارية قليلة قوي وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده مع زاتون خيار طماطم وكمان جبنة شاي زي ما انتوا عايزين بقى هي طعمها حلو قوي حتى ممكن تاكلوها كده حافل وحدها طعمها بجد لذيز هنشوف بقى دلوقتي القوام بتاعها كده قد ايه هي مستوية هاشة وكمان ما هياش مكتومة كده من جوة وان شاء الله الوصفة هتعجبكم هسيبكم بقى دلوقتي كده تتورجوا على الفيديو وقلوك السعرات الحرارية للوصفة بتاعت الكمية كلها السعرات بتاعتها من غير تازين طبعا لان في ناسها تعملها سادة السعرات الحرارية للكمية كلها 477 سعر حراري عملنا التسعة من الموفن المالح هتكون الوحدة بس سعراتها 53 سعر حراري الوصفة سهلة وسعراتها الحرارية قليلة جدا وكمان اقتصادية وطعمها لذيز قوي اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفع الفيديو بتعليقاتكم حلوة وبالف هانا وعافية موسيقى